سات الرئيس بعد هذا الافتتاح قعد مع الإعلاميين والصحفيين وكنت بتشرف أنه موجود في هذا الاجتماع الذي استمر ربما أكثر من ساعتين الحقيقة الرئيس قال بدأ الكوليسان طيبين وكان هاشا باشا مبتسما واثقا وقال اسألوا ما شئتم أي حد عنده أي سؤال يسأله دون أن يتردد هذا يعني أغرأ الجميع أنه يسأل كل الزملاء الموجودين أو معظم الزملاء الموجودين سألوا الرئيس قال بصد راحب أسمع كل الأسئلة وجاوب في سياق وفي ناسق بالفعل الرئيس يتكلم عن كل ما يدور في زهن المواطن الناس زملاء الإعلاميين كان عند المشتوى المتوقع أسئلة كانت عميقة أسئلة في الصميم بعيدا عن الأمور كانت في نصابها تماما كل الزملاء سألوا أسئلة بتدور في الشارع في زهن الناس أسئلة عن البلد خايفين على البلد رغم فيه الاطمئنان السؤال عن الوضع الاقتصادي ده كان السؤال الأساسي والحالة الاقتصادية السؤال عن المياه والأمن المائي السؤال عن الزيادة السكانية السؤال عن الموضوعات الخاصة بإلأثار الحرب الأوكرانية الروسية علينا كافة العمل مصر مع هذه الملفات والرئيس تتكلم عن حوار سياسي سيطلق خلال فترة قادمة للحديث وكل واحد يدلي بدل وحول الجمهورية الجديدة والرئيس تتكلم عن القطاع الخاص وقال عليه أنه يبدأ يتحرك والمرة هذه كانت الدعوة الخامسة للرئيس القطاع الخاص أنه يبدأ يدخل إدارة هذه الأصول وإدارة هذه المشروعات الحقيقة أنا باختصار شديد ودون الدخول في تفاصيل الرئيس قال بأنه مطمئن جدا جدا على الوضع العام في مصر الرئيس بنفسه قال أنه أنا متطمن جدا جدا ليه؟ لأنه البلد استطاعت أن هي تقوم بهذا المشروع الإصلاحي في الاقتصاد المرير خلال الفترة الماضية خلانا نعدي أزمة كورونا بنجاح إن شاء الله هنعدي أزمة هذه الأزمة الحالية النتيجة عن التغيرات الإقليمية والدولية والحروب إن شاء الله بنجاح تعبنين شوية آه بنربط على بطننا آه لكن هنعدي والاقتصاد بتاعنا اوعى تتخيل واوعى تسمع وهو تستمع إلى هذه الوشايات والدعايات والشائعات اللي بتحاول تخفض من روحك المعنوية الهدف الأساسي لهؤلاء إنه أنت تحبط ويصيبك اليأس وروحك المعنوية تنخفض ومنسوب الأمل يتآكل ويقول لك شوف البلد ما تعملش فيها حاجة ده احنا ضايعين احنا إلى آخره أنا بقول لحضرتك الوضع في مصر دلوقتي سؤال بسيط الرئيس سأله حتى هل في حاجة من السلع والمنتجات نقصة الإجابة لأ هل في حد راح يجيب حاجة عشان الأكل أو شرب لقى نقصة الإجابة لأ الأسعار مرتفعة وارتفعت أو بترتفع ده موجود انظر حولك من فضلك من فضلك لا تنظر تحت أقدامك بص ورا بص برا بص في انجلترا بص في أمريكا أكبر نسب التدقم في أمريكا من 40 سنة و50 سنة أكبر نسبة تدخم في بريطانيا في أوروبا بص على الدول دي الأسعار فيها عامل إيه بص على الدول العربية الأسعار فيها عامل إيه بص على أرفف السوبر ماركتات في بريطانيا فيها إيه نقص قد إيه نحنا ما عندنا لاش نقص عندنا لحاجة موجودة الأسعار بتزيد شوية بتعمل الحكومة بتحاول تضغط بتحاول تعمل منصة حماية اجتماعية بتحاول تساعد الناس النهاردة مشروع حياة كريمة موزع على أهلنا أكتر من 800 ألف كارتونة اللي هي كوبون كارتونة رمضان 850 ألف كوبون الخير أعتقد أنه الدولة المصرية في هذا الملف ملف الاقتصاد بتصل ليل بالنهار في ضغوط عندي أنا ميزانيتي صعبة عندي إراداتي محدودة عندي نفقاتي متعددة بسخد بالك والرئيس أكد على هذا وأنا بقول لكم هذا اطمئنه تماما لن يتوقف مشروع حياة كريمة عن الاستكمال الرئيس قال هنقفوا ليه المشروع شغال المشروع حياة كريمة فلوسه موجودة حياة كريمة اللي هو إيه يا كماعة عشان بس الناس يقول لي شيء أولويات واحد يقول لي تاب الأولويات الأول تبأكين للأول بقول لها حياة كريمة للريف المصري للقرية المصرية للناس اللي مش لقين يشربوا مية نظيفة الناس اللي مش لقين طريق الناس اللي معندها معندهمش صرف الصحي إزاي أنا تقول لي أجل أجل إيه انت قاعد عندك مية عندك حنفية عندك صرف الصحي عندك عندك هو ما عندوش خمسين مليون مواطن مصري منتظرين مشروع حياة كريمة الرئيس بيقعد وبكل قوة سيكتمل مشروع حياة كريمة إن شاء الله في موعدة وحتى لو المرحلة الأولى لم تتم الرئيس أكده ما تمتش يعني لو ما الحقناش نتمها في وقتها هتبدأ المرحلة التانية متزامنة معها لازم ينتهي إن شاء الله زي الرئيس ما قال بإذن الله بإذن الله خلال ثلاث سنين ده تأكيد ده من ضمن أهم الأشياء اللي الرئيس أعلن عنها في حواره معنا يوم الخميس مشروع حياة كريمة مستمر هيستمر ما فيش مشروعات تتوقف إحنا بالنسبة لديوننا الخارجية والداخلية إحنا ما بنجيبش ديون ناكل بيها إحنا بنجيب قروض بشروط الناس بس مش عارفها شروط منضبطة عشان أعمل بها مشروعات بعمل باب بنية تحتية بعمل بها مشروعات إنتاجية بعمل بيها بعمل بيها علشان أقدر أعمل صناعة وأقدر أعمل زراعة أنا الرئيس قال أنا مطمئن جدا جدا الكفالة أن إحنا نكون إيد واحدة ونكون متمسكين ونحافظ على بلدنا ونخاف على بلدنا ونحافظ على بعض ونخاف على بعض والرئيس بيكرر هذا أكتر من مرة بالنسبة لمية النيل بيختصار شديد ما تقلقوش سؤال بسيط جدا الرئيس قاله وهو واثق وكان بيبعد فينا الثقة قال فيه نقطة ما نقصت لما فيه نقطة ما يتنقص يتكلم وليس كل ما يعرف يقال ومش كل كلام يتقال ده بيختصار خذ الأمر بالنسبة ليه الحوار السياسي الرئيس قال نسمع كل الناس وإن شاء الله خلال الفترة القادمة يعني السنة دي يعني حوار سياسي لكل مع السياسيين والأحزاب والإعلام والنقابات وكله نتكلم كلنا مع بعض كل واحد يدلي بدلوه في الجمهورية الجديدة اللي هي جمهوريتنا كلنا بلدنا كلنا نحو إطار مدني حرية التفكير والحرية الإبداع والمسلسلات اللي موجودة لحفظ ذاكرة الأمة إن شاء الله هيتكرر هذا العمل مع أحداث تاريخية أخرى لإعادة كتابة التاريخ مرة أخرى بما يلائم الحقيقة اللي كانت موجودة وبعدا عن التزييف اللي كان موجود موسيقى